موسيقى لجنة تحقيق حكومية تحمل قوات دفاع شبوى مسئولية تصفية الشيخ الباني وسمرار المطلب بإحالة المتورطين إلى العدالة موسيقى سفارة اليمن في القرطوم تسرع في ترتيبات الإجلاء العالقين والحكومة تشكل خلية أزمة لمتابعة أوضاعهم موسيقى وفي تعز آلاف الأسر محرومة من قضاء إجازة عيد الفطر بسبب ندرة المنتزهات موسيقى نشرة الأخبار من قناة يمن شباب أهلا بكم كشفت مصادر حقوقية أن اللجنة التي شكلها محافظ شبوى عوض الوزير للتحقيق في جريمة اغتيال مدير الصحة بمديرية بيحان عبدالله البني سلمت تقريرها للمحافظ وفد رئيس منظمة الراصد لحقوق الإنسان أنيس قاسم أن التقرير وجهتها من لعناصر تنتمي لتشكيل ما يعرف بدفاع شبوى بارتكاب الجريمة وقال النشط الحقوقي في تدوينة على تويتر أن السلطات تجري تحقيقا مع تلك العناصر والتي تنتمي لللواء السادس في هذا التشكيل المسلح والمدعوم من الإمارات وكانت أسرة الشهيد البني قد اتهمت في بياننا سبت جنودا من اللواء السادس لفاع شبوى بارتكاب الجريمة وقالت إنها لن تكفن جثمانه حتى يتم إظهار نتائج التحقيق ومعرفة الجنات وتسليمهم إلى الجهة المقتصة هذا وتتواصل البيانات المنددة باغتيال مدير مكتب الصحة في مديرية بيحان بمحافظة شبوى عبدالله الباني والذي تم استهدافه من قبل تشكيل مسلح تدعمه الإمارات عقب إلقائه خطبة عيد الفطر في مدينة بيحان سياق قرى التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية إن جريمة الاعتداء على مصل العيد بمديرية بيحان أسقطت حرمة المكان وشعيرة العيد كما أنها وفقا للتحالف تمثل تهديدا للسلم الاجتماعي والأهلي وتكريسا للفوضى وتغيبا لسلطة القانون كما طالب التحالف الوطني السلطة الرسمية بالقيام بمهامها الوطنية الدستورية والقانونية في المنف نفسه قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن جريمة تصفية مدير وزارة الصحة في مديرية بيحان تعكس العقلية الإجرامية وانعدام احترام الشعائر والمناسبة الدينية واشددت المنظمة في باني أن إيقاع العقوبات الرادعة بحق منفذي عملية الهجوب هو أبسط الحقوق التي يمكن أن تنالها أسرة الباني كما أدان المركز الأمريكي للعدالة الجريمة البشعة دعيان السلطات التنفيذية والقضائية في شبوة إلى إيقاف الجناء بشكل عاجل والبدء باتخاذ الإجراءات القضائية ضدهم والعمل على منع وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا تواصل ميليشيا الحوثي الهبية ارتكاب مجازرها ضد الإنسانية غير مكترثة بمشاعر اليمنيين وهم يحتفلون آمنين بعيد الفطر وكانت محافظة تعز ساحة لمجزرة حوثية في ثاني أيام عيد الفطر بعد أن استهدفت الميليشيا منزلا على رؤوس ساكنه في مدرية موزع غربي تعز ما أسفر عن سقوط 12 مدنيا بين شهيد وجريح ووقعت المجزرة في قرية المجلش الأعلى عزلت العوشقة بمدرية موزع حيث استهدفت ميليشيا الحوثي منزل أحد الأهل ويدعى عبد الباصل الفقه بقذيفة أسفرت عن استشهاد ثلاثة من ساكنيه بينهم امرأتان وإصابة تسعة آخرين جرح بعضهم خطيرا ورصدت تقارير حقوقية استشهاد نحو أربعة آلاف مدنيين وإصابة خمسة عشر ألفا آخرين بالنيران الميليشيا الحوثية بمحافظة تعز منذ بدء الحرم وشهدت محافظات الحديدة والضالع واللحج وأبيان ومأرب تصعيدا حوثيا في الساعة الأولى من اليوم الأول لعيد الفطر برغم الجهود الدولية والإقليمية للوصول إلى اتفاق جديد للهدنة قال القيادي في المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب مبخوت الشريف إن كان المقاومة الشعبية سيبقى بسلاحه وقدسيته كما أكد التمسك بالمقاومة في ظل التحولات الحالية والمضي في طريقها حتى تحقيق النصر وكان الشريف يتحدث في فعالية معايدة أقامتها المقاومة الشعبية بمأرب مؤكدا فيها أن أبطال المقاومة الشعبية هم على أطراف المحافظة من جهته أكد محمد اليوسف القيادي في المقاومة أن مقاومة مأرب تعرفه جيدا كيف تصنع السلام مع الميليشيا الحوثية وأشد رئيس هيئة العمليات الحربية بوزارة الدفاع اللواء ركن خالد الأشول بالدور البطولي للمقاومة في محافظة مأرب ودورها في مساندة الجيش الوطني وقال اللواء الأشول في ذات الفعالية أن الميليشيا الحوثية لجأت إلى المفاوضات بعد أن دفن مشروعها على أطراف مأرب إذا أرادوا عسكري فنحن نجاهزون ولا زلنا في خنادقنا ولا زال سلاحنا والله الحمد بأيدينا وإن يريدوا سلم وسياسة فنحن نجاهزون له وإن شاء الله تعالى لن يحكمنا إلا من نرضاه لديننا ووطننا ويرضاه الشعب اليمني نتطلع اليوم لسلام حقيقي سلام يخدمنا سلام ينتج سلام لا سلام ينتج حرب هناك مقالات أن الحرب قائمة والناس تشاهد بعض الإجراءات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية على الأرض نحن على الأرض لا نشاهد سلام نحن على الأرض نشاهد استعدادات وأنشطة كثيرة تدعو إلى أن الميليشيات مقدمة على حرب كما تعودنا منها هذه الأشياء نحن السلام لها أسس لها مبادي لها تطلعات لها جهود وما زلنا في مأرب حيث سير مجلس التعبئة والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة صنعاء قافلة عيدية للمرابطين في جبهتي رغوان والبلاء وكلا وكيل أمانة العاصمة أمين عام المجلس عبد المجيد الجرف إن هذه القفلة العيدية تأتي تضامنا مع الجيش الوطني المرابط في السهول والجبال والوديان وأضاف أن هذه الإمدادات لا تسوي شيئا أمام ما يقدمه الأبطال في مواجهة الميليشيا الحوطية الإرهابية من جانبه أشار رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس التعبئة والإسناد الشعبي العقد أحمد يحيى الأشول إلى أن أحرار أمانة العاصمة وكل الشرفاء عزمونا على استمرار الدعم لأبطال الجيش الوطني والمقاومة في كافة الجبهات حتى إنهاء الانقلاب الحوطي والسعادة الدولة وبناء اليمن الاتحادي بدوره أكد قائد اللواء 314 العميد الركنى محمد يحيى الشرفي أن قيادة الجيش لن تتوقف قبل أن يعود أبناء العاصمة إلى بيوتهم وكل أبناء اليمن الأحرار إلى مدنهم وقراهم ومنازلهم نحن نطمئنكم أننا جاهزون وإخوان المرابطين في كل المواقع وقد زاروا جميع المتارس جاهزين ويدهم على الزناد وسوف يكون التحرير قريباً والنصر قريب وصنعاء ما هي ببعيد والمسألة مسألة وقت ونسأل الله التوفيق للجميع والعون والنصر القريب إن شاء الله فقد بغر شعبنا اليمني من معاملة هذه الميليشيات الإنقلابية المارقة رفض البطولة والتقينا بالقيادات العسكرية الميدانية من قادة ألوية وأركانات وغيرها والتقينا أيضاً بالجنود أبطال أشاوس يدهم على الزناد منتظرين لساعة الصفر والحسب والتي ستكون قريبة بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم كما المعايدة وتم توزيع بعض المبالغ المالية والجعالة العيد والقاعك على المرابطين والمقاتلين إسهاماً منا في إدخال البهجة وسرور حق العيد مع أبطال الجيشنا الوطني ومقاومتنا الشعبية البهس توقع موقع ذاين ترسبت للتحقيقات تخلي صعودية عن الحكومة اليمنية التي دخلت معها في تحالف لمحاربة ميليشيا الحوثي الإنقلابية وقضى الموقع إن صعودية بعد اتفاق المصالحة مع إيران مستعدة بشكل كبير للتخلي عن حلفائها في اليمن من أجل الخروج من الحرب التي تستنزفها وأكدان الرياض وافقت على تنازلات لميليشيا الحوثي أكثر مما تم عرضه في منتصف فبراير وأشار موقع ذاين ترسبت للتحقيقات عن الوثائق المسربة من البنتاجون كشفت عن وجود اتصالات بين السعودية وميليشيا الحوثي حتى قبل زيارة السفير السعودي لصنعاء وكانت تركز حول مناقشة دفع الرواتب لمسلحي الميليشيا وعلى صعيد متصل شكك تقرير لمجموعة الأزمات الدولية في مدى استعداد طهران لتقديم تنازلات حقيقية في إطار اتفاق المصالحة مع الرياض وقالت المجموعة أن إيران لم تظهر حتى الآن استعدادها لتقديم تنازلات حقيقية لسيما فيما يتعلق بتزويدها للحوثيين بأسلحة متطورة التقرير أكد أيضا أن قدرة إيران في إقناع ميليشيا الحوثي بقبول صفقة سياسية مع الرياض والقوى المناهضة لها لا يزال موضع تساؤل أشار إلى أن الصفقة السعودية الضيقة مع ميليشيا الحوثيين لن تنهي الحرب لاستبعادها مجموعة من الجهات السياسية والعسكرية المتحالفة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وإلى محافظة إبو التي لازالت مسرحا لانتهاكات ممنهجة تمارسها ميليشيا الحوثي ضد سكان ضمن جرائمها المتواصلة وبالتوازي مع احتفال الأهل بعيد الفطر اقتحمت ميليشيا الحوثي أحد المساجد الكبيرة في مدينة إب ونصبت أحد قيادتها بالقوى لإلقاء خطبتي العيد بديلا عن خطيب المسجد وقالت منظمة رصد للحقوق والحريات في تعليق على الحادثة أن القيادي في الميليشيا والمعين من قبلها مدير لمكتب الأوقاف في المحافظة المدعو أحمد العصري اقتحم صبيحة يوم العيد برفقة مسلحين مسجد التوحيد في منطقة المعاين شمال مدينة إب قبل أن يعتل المنبر بالقوى ويلقي الخطبة وسط رفض من قبل الأهالي سبق ذلك قيام القيادي الحوثي منذ بداية شهر رمضان بمعصالات التراوح في المسجد بالقوى كما قام بسلسلة من المضايقات طالت إمام وخطيب المسجد حيث قام باستدعائهم أكثر من مرة للتحقيق هذا وأدانت منظمة رصد للحقوق والحريات سلوك بيليشيا الحوثي في استخدام القوة لفرض أفكارها السلالية على المجتمع وإرهابه كما أعربت عن قلقها حول مصير إمام وخطيب المسجد وأربعمائة طالب يسكنون داخل المسجد ويتلقون تعليما دينيا فيه بعد اقتحامه من قبل الميليشيا وسط مخاوف من تعرضهم للانتهاكات بما في ذلك الاختطاف وأشارت منظمة رصد الانتهاكات الميليشيا لحرمة المساجد خلال شهر رمضان وأغلاقها عددا كبيرا من مصليات النساء وتحويل المساجد إلى استراحات لتناول القاد والاستماع إلى خطابة المدعو عبد الملك الحوثي والتي تروج للكراهية والعنف ودعت المنظمة الحقوقية ميليشيا الحوثي إلى رفع يدها عن مسجد التوحيد وجميع المساجد التي طالتها عمليات الاقتحام والمصادرة والاستيلاء في محافظة إب كما طالبت بوقف كافة أشكال الاعتداء والانتهاك ضد دور العبادة والقائمين عليها والعمل يعلى توفير الحماية لهم وإخضاع المتورطين من أفرادها للمساءلة مصير مجهول يلازم أسرى قبائل حجور ممن انتفضوا وخرجوا لقتال الميليشيا الحوثي للهبية اليوم وبعد ثلاث سنوات من معاركهم البطولية ضد الميليشيا تتخلى الحكومة والتحالف عنهم انتقائية وإقصاء وتجاهل يعكر صفو صفقة تبادل الأسرى والمختطفين الجارية برعاية دولية أسرى حجور ملف حقوقي بارز جرى استثناؤه حتى الآن من مفاوضات وصفقات التبادل دون مبرر مما يثير استياءا واسعا في صفوف أهالي المنطقة بمديرية كوشر في محافظة حجة أربعة وثلاثون أسيرا ومختطفا ومخفيا قسريا من أهالي منطقة حجور على رأسهم الشيخ علي أبو مسلم الزعكري والشيخ علي فلات وآخرون في عداد الأسرى والمخفيين قسريا في سجون ميليشيا الحوثي الإرهابية بصنعاء وحجة منذ عام 2019 على الرغم من جرائم الإبادة التي اخترفتها ميليشيا الحوثي بحق أهالي حجور في محافظة حجة مطلع عام 2019 حولت الميليشيا ملف أسرى المنطقة إلى ورقة انتقام مضاعف مما نتج عنه استبعادهم من مفاوضات التبادل هكذا تحولت قضية أسرى حجور من ملف حقوقي إلى ضحية الانتقائية الحوثية ونزعتها الانتقامية والتساهل الأممي الذي أتاح استبعادهم دون سبب هذا الاستبعاد لملف أسرى حجور على غرار ملف أسرى وادي جبارة يلقي بظلاله الكئيبة على مجمل الجهود الإقليمية والدولية الرمية إلى تهيئة أجواء السلام ووقف الحرب وفقا لمصادر حقوقية مقاومة حجور طالبت مجلس القيادة الرئاسي والأمم المتحدة والصليب الأحمر بمعالجة هذا القصور الفادح في التعامل مع ملف الأسرى والمختطفين وضم أسرى منطقة حجور إلى مفاوضات التبادل القادمة حتى تكتمل فرحة أهالي المختطفين والأسرى دون تمييز دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ لاتخاذ خطوات مهمة باتجاه إنهاء معاناة ألف الأسر اليمانية وإطلاق صراح المختطفين والأسرى لدى جميع الأطراء ورحب المبعوث في بيان بالمبادرات الأحادية من الجانب السعودي وميليشي الحوثي لإطلاق صراح المزيد من المحتجزين وقال أدعو جميع الأطراف لاتخاذ خطوات لإنهاء معاناة ألف الأسر اليمانية التي لا تزال تنتظر لما شملها مع أحبائها الذين ما زالوا معتقلي ومؤخرا فرجت السعودية عن 114 أسيرا حوثيا كمبادرة أحادية الجانب غير أن ميليشي الحوثي تنصلت عنهم باعتبارهم يمنيين اعتقلتهم في أراضيها وليسوا أسرى حرب توفي أحد أسرى الحرب من الجيش الوطني متأثرا بمضاعفات التعذيب التي تعرض لها في سجون ميليشيا الحوثي الهبية وفد مصدر الحقوقي عن وفاة الأسير أحمد علي الحميقاني بعد أيام من إطلاق صراحه جراء التعذيب في أحد السجون الحوثيين بمحافظة البيضاء على مدى عام كامل والأسير الحميقاني من منتسبي الواء 117 مشاه وتوفي بعد أيام من إطلاق صراحه من سجون الميليشيا نتيجة التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرض له طيلة عام كامل ورصد التقارير حقوقية وفاة ما لا يقل عن 300 مختطف جراء التعذيب في السجون ومعتقلات ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر من العام 2014 تحل الأعياد والمناسبات على النازحين في مخيمة النزوح ثقيلة كئيبة وتضاعف من أعباء الحياة المنعدم أساسياتها الضرورية أصلا أعياد بلا ملامح وبلا فرحة خصوصا لدى الأطفال الضحايا الأكبر للحرب الحوثية لخلق أجواء من مظاهر العيد يصدحون بتكبيراته خلف هذه الخيام لكن ما أن تدخلها حتى تجد البؤس والحرمان فهذا الشاب وأخوانه لا يملكون ما يجعل العيد يوما مختلفا في ساعات العيد الأولى بدلا أن يذهب صالح إلى زيارة أقربائه يجد نفسه برفقة أطفاله يبحثون عن 20 لترا من الماء لسد حاجة أسرته يعاني من عدة أمراض منعته من العمل لتوفير ما يمكن توفيره لأطفاله فحتى كسوة العيد غير متوفرة والله العيد في المخيم يعني مشي حالك والعيد حاول ما فيه شعانة يا أخي حاجة وأنا أنسى عندي جلطة ما أقدر تشتغل في هذه الشغلة عشرات المخيمات في محافظة مارب تغيب عنها مظاهر العيد كليا فلا ثيابة جديدة للأطفال ولا وسائل ترفيه سوى هذه الألعاب التي تحكي واقعا لليمنيين منذ ثماني سنوات إنها الحرب إذن الحرب التي تسببت بها ميليشيا الحثي الإرهابية وأدت بهؤلاء الأطفال إلى هذه المخيمات وحرمتهم فرحة العيد وحملتهم أعباء فوق قدراتهم والله ما بيش عندنا عيد ما أشوفه أنا كيف نجري بعد الماء لا شيء هنا يوحي بأن اليوم عيد الكبار والصغار يكدحون بعد توفير لقمات العيش التي تنعدم عنهم أحيانا قصة البعد عن الأهل والديار وذكريات العيش الكريم الذي كانوا يعيشونه في ديارهم قبل أن تشردهم ميليشيا الحثي يأتي العيد ليذكرهم بكل ذلك الأعياد هذه البلاد يتيب بلا حموم طبعيشة ودنيا مركوضة مش هنا هنا ما في الأعياد هنا تأبو بس مائد إلا في بلادك وأهلك وقريتك بعض أحياء المخيمات يكسوها صمت حزين فساكنها يتوارون خلف الخيام لثقة للعيد عليهم العيد بالنسبة للنازحين في مخيمات النزوح ما هو إلا نبش للذكريات والحنين إلى ديارهم ومنازلهم حيث بات حالهم في عيد الفطر يفطر القلب مخيمات خالية من أي مظاهر من فرحة العيد خصوصا لدى الأطفال وعيد هؤلاء المشردين هو يوم عودتهم إلى ديارهم كما يقولون سعد القاعد يما شباب من مخيم الرميلة مأرب شبى حريقا في منزل أحد النازحين بمحافظة مأرب ما أدى إلى إصابة ساكنه بجروح مختلفة وفق بيان للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الأحد فإن الحريق نجمع عن انفجار استوانة للغاز في منزل الأسرة النازحة في حي النهضة وذكر البيان أن الأسرة التي عدد أفرادها ثمانية أصيب بجروح خطيرة في الحريق والذي شبى في منزلهم المكون من غرفة واحدة وقالت الوحدة أن الوضع الصحي للأسرة النازحة حريج جدا بما فشل فريقا من الدفاع المدني في إخماد الحريق شرعت السفارة اليمنية في الخرطون في ترتيبات مع الجانب السعودي لإجلاء اليمنيين العليقين في مناطق الحرب بالسودان وتشمل الترتيبات نقل العليقين من منطقة بورتسودان إلى مدينة جدة سعودية كمرحلة أولى ليتم لاحقا نقلهم إلى الداخل اليمني وكشف ملحق شؤون المغتربين في السفارة عبدالحق يعقوب عن إجلاء بعض اليمنيين من مناطق الاشتباكات إلى ولاية مدني وبورتسودان وشرف تصريح لموقع المصدر أولاين إلى ترتيبات تجريها السفارة لإخراج الرعاية اليمنيين من الخرطون وأيضا من بقية الولايات ونقلهم جميعا إلى بورتسودان استعدادا لإجلائهم هذا وكان الاتحاد العام للطلاب اليمنيين في سودان قد أطلق مناشدة جديدة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بسرعة إجلاء اليمنيين في ظل القتال المحتدم هناك وقضى الاتحاد في مناشداته أن الوضع الإنساني الذي يمر به الطلاب والطالبات صعب جدا سيما والاشتباكات قد عادت بكثافة إلى مناطق يتواجد فيها الطلاب اليمنيون بالعاصمة الخرطوم وأشر الاتحاد إلى أن الطلاب اليمنيين يواجهون أوضاعا إنسانية صعبة بظل انقطاع الخدمات الأساسية واشدد على ضرورة تحرك الحكومة وشروع في عمليات إجلاء لليمنيين المتواجدين في السودان قبل تفاقم الأوضاع بصورة أكثر من جهته أعلن وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة أوضاع اليمنيين في السودان في ظل المواجهات المحتدمة هناك وقال الوزير بن مبارك أن وزارة الخارجية تقوم بجهود منسقة مع السفارة اليمنية في الخرطوم لوضع المعالجات والترتيبات اللازمة لضمان أمن الجالية والعمليات التي تمت لنقل عدد من الأسر والطلاب إلى أماكن أكثر أماناً وكان بن مبارك يتحدث في إحاطة هاتفية لرئيس مجلس القيادة الرشاد العليمي حول أوضاع الجالية اليمنية في السودان والإجراءات الحكومية المتخذة لتأمينهم على ضوء التطورات التي يشهدها البلد الشقيق وشدد العليمي على مضاعفة الجهود والمتابعة المستمرة لضمان أمن وسلامة أبناء الجالية اليمنية في السودان وتقديم كامل الرعاية الممكنة لهم فشلت ألف الأسر في مدينة تعز في العصول على أماكن مناسبة لقضاء إجازة العيد فيها بسبب قلة الحدائق والمنتزهات في المدينة من جهة ومن جهة أخرى نتيجة لاستمرار الحصار الذي تفرضه من الشرحوث الإرهابية على المدينة منذ أكثر من ثمان سنوات في رحلة البحث عن فرحة العيد تقصر المسافات وتكبر الأحلام ويتحد هدف الكبار والصغار وشغفهم فأحمد قطع قرابة سبعين كيلو متر قادما من مدينة التربة الجنوبية تعز بحثا عن مظاهر العيد وتقوصه ليعيشها مع أسرته فوجد الأجواء العيدية هنا في مدينة تعز لكنه لم يجد مكانا للجلوس وأسرته في الحديقة بسبب الزحام الشديد أنا قلت من التربة المسافة 69 كيلو طبعا ثلاث ساعات سفر من شأن نحضر نحتفل بأقواء العيد في مدينة تعز وخاصة في جاردن سيتي يعني اللي حصل وصلنا إلى هنا لحد الآن ما حصلناش مكان نتيجة الزحام وأقواء العيد الكل يشتي يفرح طبعاً الكل يشتي يفرح وللأمان الجم والحجد هذا في حد ذاته فرحة فرحة لما تشوف الناس شوف وأقواء الأمن والأمان المتوفرة اكتظاظ الحديقة بالزواري تسبب في عودة كثير من الأسر إلى منازلها دون الدخول إلى الحديقة التي احتملت ضعفي الطاقة الاستيعابية لها بحسب إدارتها بسبب الاقبال العداد بكثافة في أيام العياد فيه عداد كثيرة خارج الحديقة لم تستطيع الدخول إلى داخل الحديقة بسبب الازتحان في الحديقة والحديقة تستوعب حدد معدد المحدد لا تستوعبش عدد كثيرة غير العدد المحدد الذي حصل فيها حصار ميليشيا الحوثي الإيرانية على مدينة تعز للعام التاسع على التوالي عزل السكان عن بعضهم وجعل المدينة تفتقر للمتنزهات والحدائق وضع دفع السكان لمطالبة المجلس الرئاسي سرعة كسر الحصار واستحداث متنفسات جديدة ما لقناش مكان نجلس ولا عرفنا نتحرك هذا كله ناتج بسبب حصار الحوثي لتعز هذا الناتج حصار الحوثي لتعز نريد أن نخرج للحوبان نريد أن نخرج إحنا وأطفالنا إلى الحوبان نتمشي بالحوبان نروح الحديقة ما نعرفش تلاحظوا الزحمة الزحام الشديد لم نجد مكان للقلوس الناس واقفين في هذه الزحمة لا يوجد متنفس لا يوجد حدائق في المدينة بسبب الحصار كان هناك حدائق كثيرة في الحوبان وخارق المدينة لكن منذ ثمان سنوات ونحن نعاني من عدم وجود متنفسات في المدينة ووجود حدائق للتنزه وخاصة في الأعياد والمنع وصلنا هنا لحديقة جاردن ستيل للعب فوجدنا أن هنا الازتحام بشكل كبير لعدم توفر الحدائق وتوفر أغلبها في مدينة الحوبان ستظل مشكلة غياب المتنفسات للسكان المحاصرين في تعز مستمرة إلى أن تفتح الطرق وينتهي الحصار الحوثي ذلك أن الخيارات أمام السكان ضئيلة فيما الحدائق والمتنفسات العامة تقع في مناطق سيطرة الميليشيا في ظل الحصار المستمر على مدينة تعز تتقسم الآلاف من الأسر الحدائق والمتنزهات الطبيعية في محاولة منها اصطناع الفرحة خلال فترة العيد عبد العزيز المحاني من شباب تعز دعا رئيس مجلس إدارة مجموعة الكبوس التجارية حسن الكبوس دعا رجال الأعمال إلى التأذر ضد المؤامرات التي تستهدف وحدة صف التجاري والنشاط الاقتصادي في اليمن تصريح الكبوس الذي يرأس الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة صنعاء هو الأول له منذ وقوع مجزرة التدافع مساء الأربعاء الماضي عقب إطلاق عناصر حوثي النار بشكل عشوائي أثناء توزيع المجموعة التجارية لرجل الأعمال تبرعات على الفقراء وأعرب الكبوس عن بلغ الحزن تجاه الفجعلة شهدت صنعاء وقال إن القلوب تعتصر ألما على فراق إقواننا الذين فقدناهم في حادثة التدافع الأليمة وأشدد رجل الأعمال في بيانه على التضامن والوحدة في بناء المجتمع اليمني وتطوره كما حث على التعاون والتكاتف لتجاوز الصعوبة والمحل نهاية نشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها لجنة تحقيق حكومية تحمل قوات دفاع شبوى مسؤولية تصفية الشيخ الباني وسمرار المطالب بإحالة المتورطين إلى العدالة سفارة اليمن في الخرطوم تسرع في ترتيبات لإجلاء العليقين والحكومة تشكل خلية أزمة لمتابعة أوضاعهم وفي تعز ألف الأسر محرومة من قضاء إجازة عيد الفطر بسبب ندرة المنتزهة إذن كان هذا كل مرضينا في نشرة التاسع نشكركم على طيب المتابعة وعيدكم مبارك وكل عام أنتم بخير اشتركوا في القناة